اهلا بكم شباب في فيديو جديد من دورة النهاردة هنكمل بناء النوت طبعا احنا المرة فاتت كل اللي عملناه احنا عملنا بتاعنا موضوع كان بسيط وسهل. النهاردة بقى هنكمل اللي احنا سيبناها وروح نعملنا النقطة دي. بس طبعا كان لازم اعملها قبل ما ابتدي واطبق اللوجيك بتاعي. فطبعا كانت ان انا ابتدي واروه على بتاعي وحط اللوجيك بتاعي. وبالفعل كتبت وبعد كده رحت هناك. فانا دلوقتي عندي المفروض البوكس اللي انا بخزن فيه هو ايه? هو البوكس اللي اسمه كي نوتس بوكس. فتعالا كده طبعا انا عايز هايف اللي جاية من تمام? واقول هتلاقي ان انت عندك حاجات كتير جدا. طبعا منها البوكس بتاعك. فانا عايز اجيب الكي نوتس بوكس. دي اول نقطة عايز اعملها. خلي بالك ان انا كده هستقبل البوكس بتاعي. فممكن نسميه نوتس البوكس بالمنظر ده كده. واقول بيساوي. وهنا ممكن نحط كده لازيزة مش اكتر. وتعالى كده نشوف البوكس هل هو بيرجع لنا ولا بيرجع لنا البوكس على طول. زي ما انت شايف هو بيرجع لك البوكس على طول فبالتالي ما تقلقش ان انت هنا لازم تعمل قويت والكلام ده. دي نقطة خلي بالك تتأكد منها. يعني ان انت بتستخدم اي مثل من جاي من باكتش او حاجة زي كده تأكد ان هو مش الاول. لان انت لما تأكدتش ان هو مش وخصوصا لو انت مستخدم فمش هيدي لك اي تمام? كده معنا فانا ممكن استخدم بقى دلوقتي. واقول له واشوفه وانا عندي ايه ممكن استخدمه. لو اضح حس ان انت عندك حاجة اسمها تمام? واضح ان انا باستخدمها عشان اضيف حاجة. وعندك تقريبا ممكن تضيف حاجات كتير. عندك لو عايز عندك لو هتفل البوكس. وعندك اكتر من حاجة يعني منها مسلا لو انت هتخزن وعندك مسلا عندك تقريبا كل الحاجات اللي بالفعل اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نضيف نمسح او لو عايزين كمان. تمام? فدلوقتي تعالى مسلا نقول اد. فانا في المكان ده المفروض ان انا هبتدي واضيف ايه? واضيف الفاليو لان عايز اضيفها للبوكس ده. حلو يبقى انا دلوقتي المفروض ان انا هبتدي واضيف فهل ينفع اقول له اد نوت على طول اي نفع اد نوت على طول لان انا بالفعل عملت بتاعها بس خلي بالك مش ده اللي مخليها تتقبل اللي مخليها تتقبل ان اد اسلا بتقبل بص انت اد بتقبل اصلا يعني انت ما عندكش مشكلة في النقطة دي هي هيقبل اي حاجة انت لو حطت اي موضل في الدنيا في المكان ده هيقبله مش هيعترض عليه لكن لو انت مش عامل للحاجة اللي بتتخزن هنا بالفعل هيرمي لك ايه? هيرمي لك فاتخلي بالك من النقطة دي. الى جانب نقطة تانية ان انت لما جيت فتحت هنا ات محددتش بتاعه خلي بالك دي حاجة اسمها يعني ايه? يعني هو دلوقتي لو بيبني فانفترض تعال كده ابنيها معاك هنا. حاجة نقطة حلوة عايز اكلمك فيها برضو. لو انا جيت هنا مسلا فانفترض بنت سميتها برضو. ماشي? وهنا انا بستقبل اي حاجة فانفترض مسلا واقول مسلا وعندي هنا فانفترض بخزن فيها الفالو اللي جاي لي. حلوة بي. طب فانفترض دلوقتي. انا عايز اخزن حاجة غير دي. مش انا كده هاضطر انشئ مثل تانية مسلا بتتعامل مع انتجر. وممكن كمان اضطر ان انا انشئ مثل تانية بتتعامل فانفترض مع او انشئ مثل تانية بتتعامل مع مسلا فانفترض او انشئ مثل تانية مسلا بتتعامل مع حاجة مختلفة. فبالتالي هتقعد تانشئ مثل كتير جدا لكل اللي عندك. وده طبعا شيء مسليم. عشان كده يزهر عندنا في البرمجة اسمه بس خلي بلك انا محبيتش اتكلم عن ده بصراحة لانه لحد ما بيلغبطك شوية. بس ده مثال اعتقد لحد ما كويس انه هيبان معاه خصوصا الشكل ده هيبقى غريب عليك. لو انت لو انا ما تكلمتش عنه. بكل بساطة ان انا باجي مسلا جانب اد هنا وقل له خلي بالك. انا عايزك تشتغل على معين مسلا. هيقبل ليه بقى? لان دي بالنسباله غير معلوم. بس لما يستقبله هيبتدي يشتغل عليه. نفس الكلام هنا انا ممكن اقول له خلي بالك انا هستقبل هنا بص انت شايف اللازازة. دي بتعبر عن اي? دي بتعبر عن اي حاجة انت ممكن تدهاله. يعني فالنفترض انا جيت في المكان ده بقى هبتدي خزن. مش مشكلة بقى. ما يهمنيش خالص. خلاص المضام مش فارغ معي اساسا. وتعال هنا نعمل ليه اللي جاي لنا. طبعا ده مسال بس مش اكتر. طبعا هتقول لي ليه لان فبالتالي هيقدر يرجحها. بتاع لها كده نستادع المثل دي هنا. انا عايز اقول هاستقبلها عادي. فخلي بالك دلوقتي لو لاحزت هي بتعمل بتاخد وشغلها هنا بابدك وصينا انا بقول لها بتشتغل على ايه? فلو انا جيت هنا اقولت له خلي بالك هي هتشتغل على ايه? على فخلي بالك كده خلاص المثل دي فهمت ان في الاماكن دي كلها تستبدل على طول. هتحط هنا وتحط هنا نفس الكلام وتحط في المكان التاني يعني لو انا مسلا رحت دلوقتي طبعا كده نكتبها تاني. لو انا رحت في النام دلوقتي وحطيت فهم نفترض رقم خمسة وخمسين هيديني ارر. ليه هدين ارر? هيقول لي خلي بالك ان طب هو فهم منين? لان اللي انا حطه هنا ده دي حاجة اسمها يعني انا من الاخر كده مش بحد الطيب انا بدي حاجة كده هو يقدر يستبدلها بالطيب اللي انت هتحدده وانت بتستخدم المثل يعني وانت بتستخدم المثل انت اللي بتحدد الطيب بتاع كل حاجة زي ما انت عايز هي طريقة بصراحة لذيزة جدا عشان تبني مثل تشتغل لأكتر من طيب. تمام? طبعا انا مش طالب منك ان انت تبتدي تعرف تستخدمها دلوقتي لا خالص انا بشرح لك بس الكنسب ده عشان تفهم المثل اللي قدامنا دي لكن ما يهمنيش خالص ان انت تبقى فاهم دي بتتعامل ازاي الكلام ده دي حاجة انا حب اسيبها لقدام شوية انت مع نفسك حتى لا حابب تدرسها تدرسها لان صراحة لاحظت ان الطالبة بتتلغبط فيها كتير جدا في البداية فبالتالي مش بحب اشرحها خصوصا ان استخدامها قليل جدا يعني انت على اغلب مش هتستخدمها دلوقتي خالص فبالتالي مش بحب اتكلم عنها لكن انا حبيت اوضحها لك فنفس الكلام هنا هو في ده محدد خلي بالك ان هو شغال على ايه وبيستقبل ايه بيستقبل يعني هو دي سبت لكن هو شغال هنا على ايه على ايه خلي بالك ما يهمنيش الكي ميهمني الاي دي بتحدد نوع البيانات اللي هتتخزن في المكان ده يعني لو انا رحت هنا مسلا قلت له خلي بالك انا هخزن ايه هخزن نوت موضل بالمنظر ده فهو كده فهم على طول ان في المكان ده البوكس ده بيشيل نوت موضل فقط لغير البوكس ده خلاص شغال عليه على نوت موضل فهم هو الموضوع فبالتالي لما تيجي تقول لي هنا بقى تقولي نوت دوت اد او اقصد نوت بوكس معلش نوت بوكس دوت اد اضيف النوت هنا مش هيعترض لكن بقى اضيف لي اي موضل تاني بقى اضيف لي اي حاجة تانية مسلا هيعترض اضيف لي اي حاجة هيعترض ليه مش هيقبل غير نوت لان انا قلت له خلي بالك هنا انت شغال على ايه على نوت موضل طبعا خلي بالك النقطة دي انا لحد ما ما بتكلمش فيها خالص يعني احنا اشتغلنا على حاجات كتيرة جدا بنستخدم فيها القوسين دول ونخط فيها الطيب على طول آآ من غير ما وضح لك هو ده شغال ازاي وانت استخدمتها عادي زي ما انت شايف ما فيش مشكلة لكن انا حابب دلوقتي فاهم اتكلمك شوية عن النقطة دي لكن لو انت حس انهم لغبطاك اعتبر اني ما قلتش اي حاجة زيها زي بالزبط بحدد في المكان ده نوع البيانات اللي بتتخزن انا بقول هنا نوت موضل فانا بخزن نوت موضل قلت سترينج فبخزن سترينج لو تفتكر نفس الكلام بيتم على ايه بيتم على الليست هي هي نفس الكلام دي معنى كده ان دي حاجة خلي بالك هي مبنية بطريقة لازيزة جدا فبتم استخدامتها بكثرة طبعا لو حس ان الكلام ده لغبطك اعتبرني ما قلتش اي حاجة تمام بس اللي همني دلوقتي ان انا بالفعل اه هنا عملت بتاعي ضفت النوت خلاص ده فلازم اقول اويت هنا فطبعا عشان اقول اويت دي لازم تبقى بس كده خلص الموضوع لا طبعا لسه محتاجة اعمل ايه اعمل هنا بتاعتي بما اني لسه هبتدي فاقول تمام وطبعا تعال نحط في المكان ده بحيث ان لو في مشكلة اعرف ان في مشكلة فحط هنا طبعا الموضوع خلص بشكل سليم هنا هعمل او اقصد في المكان ده تمام وطبعا لو حصل هقول ايه ايه اد نوت في المكان ده وطبعا اضيف هنا فتعالى تعالى نقول بس يعني مش لازم نحط كل ده وهنا في المكان ده ممكن اقول مش لازم تعمل اي حاجة تانية طبعا على فكرة فيه طرق افضل من كده ان احنا نهاندل بها بحيث ان انت طبع عارف ايه اللي بتحصل فتظهر رسالة معبرة اكتر لي بس طبعا مش لازم انا يهمني دلوقتي ان احنا نفهم ازاي بنستعمل بس مش اكتر ما يهمنيش موضوع ان انا هندي دلوقتي خالص تمام الى جد من ان دلوقتي يعني ان شاء الله ما يحصلش اصلا الموضوع بسيط وكده كده حتى لو حصل فانا بعرض على طول من تحت بكل اللي فيه يعني بس فزي ما انت شايف كده خلصنا بتاعنا فممكن هنا نقول طبعا تحس في كلمة كتيرة او في الموضوع بس مش مشكلة كده خلصنا اللوجيك بتاعنا زي ما انت شايف اللوجيك بسيط هنحس ان انا غير كتير في الفيديو ده مع انه مش مستاهل بس زي ما قلت لك حاجات اه انا حابب اتكلم فيها بصراحة بس بكده يكون الفيديو ده انتهت هتمنى انتم استفادتم الفيديو واستناكي الفيديو جهة ان شاء الله مع السلامة